السلام عليكم ورحمة الله على أحلى إخوات يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ولا يحرمنا منكم أبدا اللهم أمين يا رب العالمين النهاردة الجمعة ونبدأ الكلام معاكم بالصلاة على الحبيب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طيب للناس بقى يعني اللي بتقول ما بيتحقق ليش أماني للناس اللي بتاخد طرق علاج الناس اللي بتاخد طرق العلاج وبتنفعش معاها من قناتنا أو من أي قناة تانية بتطلع علاج من الكرآن أي أذكار وأمنيها ما بتتحققش فالفيديو دا ليكم ويا رب تقبلوهم مني بحب والمعلومات توصل من القلب للقلب بدون تدخل من الشيطان لهبل ما بيننا فنعايزك تركز مع المعلومات اللي هتتقال وإن شاء الله ما طولش عليك طيب احنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة خلقنا وعطينا حاجة اسمها العقل يسمى العقل الباطن ولو اسم تاني نفس العقل دا بيتسمى العقل اللا واعي طيب العقل دا بيعمل ايه وظيفته ايه معانا مع كل إنسان أو إنسانة وظيفته وظيفته معاك إنه يسجلك الأفكار اللي انت يعني بتعملها في شكل أفعال إن كانت الأفكار دي سلبية فلازم أن تعيشها في الواقع ربنا سبحانه وتعالى موضع في العقل دا على حسب تفكيرك يغزي حياتك بالبلد يهوزة ما احنا بنقول يعني باللغة بتاعتنا انت بتفكر في ايه يعني مثلا أنا بعمل ذكر كرآن على أمنية في حياتي عشان تتحقق أيا كانت بقى نوحها ومش عايزة تتحقق فأنا هنا واجه بقولك عقلك متسجل فيه ايه واضفت معلومة لو عقلك متسجل فيه قلق وانت كرأت الكرآن كله بأسكاره لازم تشيل القلق الأول عشان الزكر يجيب معاك نتيجة ما هربك نرضو اللي موضح فيه كده لان منها الظن ظنك انت قاعد بتفكر زي او انت ماشي تفكيرك ازاي يعني اتجاه اجاب ولا سلب فشفت ازاي الموضوع خطير صورة ذهنية بتتحدث بيها من الداخل الله اعلم انت تفكيرك ازاي بناء على الحديث الداخلي والتفكير اللي جواك ده فبيسجل العقل العقل بيسجلها وعشان بيسجلها هو بقى مطالب منه ينفزها لك في الواقع اللي انت عايش فيه بناء على المجموعة اللي انت عملتها من تفكيرك في الداخل فهنا انا بقولك انت كده بتتعب نفسك على الفاضي لازم تقوي ثقتك بربك قبل ما تعمل اي اسكار وخلي بالك كمان اللي بيدعي وهو واسك في ربنا سبحانه وتعالى ان دعوته هيعيشها وهتتحقق خلاف اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى هو الآن فيه فرق رهيب طبعا فطبعا انا مش بيأسك ولا حاجة انا يعني بعرفك معلومة علمية هي يعني فيه ناس كتير بتقول عملت وما تحققش كرأت وما تحققش ودخل الشيطان في عملية اليأس بقى بيأسك وعايز يدخلك بفكرة ان القرآن مفيش فوائد ما تغلبش نفسك بناء على التعليقات اللي بتيجي كده لا يا شيطان يا اهبا لا انا بقولها لكم بقى مناخ ليكم غير اللي جواك الاول تبكى لكلام الله لا يغير الله بقوم حتى شوف الشرط تتحط ازاي يتغير اللي في نفسك الاول اللي هو بقى متسجل في العقل اي اذكار بقى تعملها سكة تماما لانه متحققالك بنسبة مية بالمية ما فيش شك في دي فمهم جدا تعرف انت بتحدث نفسك بايه مهم جدا انت قبل ما تعمل اي ذكر انت سكتك بربك سبحانه وتعالى ايه خلنا بالكم علم النفس كله تبنى على اية في الكرآن اللي احنا لسه ايلين هدي لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بانفسهم اللي جوا النفس يتغير الاول وده عطى معاني كتير لعلماء النفس فذكر الصلاة على النبي ذكر اي اسكار بتطلع بالكرآن من فيديهاتنا بتاخدها او من اي فيديهات اي قنوات تانية كل الاحترام لكل الناس اللي بتجتهد تنشر ولو معلومة تفيد الناس جزاء الله خير وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في حياتهم يعني اي ذكر بقى تاخدوا انت قبل ما تنفزوا شوف انت اتجاه تفكيرك ماشي ازاي والمشكلة هنا ان يعني فيه بنات عدت مرحلة الجواز اربعين سنة وفوق اربعين سنة انا بشوف تعليقات كده وما تجوستش لحد الوقت يا اختي المعلومات اللي قلتها في الفيديو دي خطيرة جدا للانسان اللي يركز يعني معاها يطلع منها تنوز انت بتتحدث من جواكي على ايه اتجاه الجواز لو قلق انه مجاش هتعشيه لو خوف انه لسه الجواز مجاش برضو هتعشيه لو ثقتك في ربك متسجلاها جوه عقلك ان حقك هتغضيه هتعشيه واخد بقى على كل امور حياتك شوف انت حياتك عايشها ازاي وايه اللي فيها بالزبط وغير من الداخل عيشوا في الداخل الاول بالتغيير الايجابي اتجاه الايجاب وكل السلم اللي متسجل جواك صك تماما يتهد بجلسات استغفار كلمت عنها كتير هنا في القناة ان الشيطان بيقعد يبني على حسب السنين اللي انت بتعيشها على حسب الافكار اللي بيحطها لك وانت بتصدقها فبتعيشها في الواقع ولكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك ان كل اللي عملوا فيك تهدوا انت في ممكن جلسة او اتنين او تلاتة لما تكون انت عندك منظومة كاملة وعي كامل على رحلة حياتك ويبقى عندك صبر انك انت اكتشفت خصائل الشيطان والافكار اللي الهمني اللي عطهاني وانا زجلتها في عقلي وعيشت بيها وبتهدها بعمليات الاستغفار فربنا يبرك فيكم فانا عايز اقول بس لكل الاخوات اللي بتقول بنعمل اه انا هخطب معكم الفيديوهو عشان طولت عليكم معلش انا بعتزير لكم كل الاخوات اللي بتعمل اي اذكار من القرآن او بالاستغفار او اي معلومات سمعتها مننا هنا في القناة والاماني دي لسه ما تحقتش يا جماعة شوفوا انتو بتتحدثوا في الداخل ايه الصورة الزهنية انتو اللي بقديكم تغيروها فصيك تماما ان اي اذكار هتجيب معاك بنسبة مية بالمية يا رب ايش هتصبحكم والنهاردة الجمعة يا رب يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع الناس ويا رب يحقق لكم كل امنيكم اللهم امين يا رب العالمين شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته